اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مشروعات استصلاح الاراضي الهدفة الى زيادة رقعة الاراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والانتاجية وذلك في اطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الاراضي على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف اجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء بالنظر الى انها تمثل عنصرا اساسيا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها مع ايلاء اهمية متزايدة لموضوع الميكانة واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الاراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الرئيس في هذا الصدد بالاضافة الى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم انتاجها في هذا الخصوص كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء فضلا عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كل من العريش ورفح الجديدة وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وقد عرض اللواء محمد امين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق تحيا مصر والدور الحيوي الاخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لاجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات وقد تجاوز اجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ انشائه وحتى الان مبلغ اثنين وعشرين مليار جنيه بما في ذلك مجال التطوير العمراني والاسكان البديل بحوالي سبعة مليارات جنيه ومجال الرعاية الصحية بحوالي 11 مليار ونصف المليار جنيه كالاجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والاجهزة الطبية بالمستشفيات الى جانب عدد اخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي مليار وثلاثمائة مليون جنيه والتمكين الاقتصادية وتوفير فرص العمل بحوالي 400 مليون جنيه والتعليم بحوالي 531 مليون جنيه وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي 200 مليون جنيه وقطع الاستثمارات بحوالي 400 مليون جنيه فضلا عن التدخل في الحالات الخاصة بالطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه وقد وجه السيد الرئيس باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشركة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطع الخاص وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفى مستوى آداء الخدمات المقدمة لهم